بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بإذن الله هنعمل مع معضينا القطع الصغير اللي في الفستان ده الفيديو اللي فات أنا كنت قلت أن أنا هعمل كذا فيديو للقيام أو السيدة اللي هو من غير عدد بس عسلت أن الموضوع كده هيتطول معاكم وفيه ناس كتير بتطلب مني أطعاط وتطلب حاجات يعني هم محتاجينها وأنا حاسس بيهم فحبيت النهاردة بقى أقرب المسافة شوية وحنعمل الأيام بعدد ونلحم كمان القطع ده مع بعضينا بحيث أن إحنا يبقى خدنا الأيام بالعدد أو اللي هو السيدة بالعدد وخدنا كمان اللحمة بالعدد الأيام بالعدد بيبقى عبارة حضراتكم هنا بيبقى النسيج بيبقى ماشي طول وعرض بيبقى هنا في كده العيون دي أدي عينة هي وأدي عينة هي وأدي عينة هي وأدي عينة هي وأدي عينة هي العيون دي هي دي ادخلنا وخرجنا بيبقى منها هنا في عيون برضو ناحية تانية كده وكده 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 العرض أنا أنا مسك بالعرض العرض ده كده الايام اللي هو السيدة الطول اللي هو بيبقى الايه اللحمة فإحنا دلوقتي هنشوف ازاي نعمل الايه الايام بالعرض بيبقى كده بصوا حضراتكم أنا عملت فاتلة بيضة بس ايه كان للتجربة عشان تشوفوا شكل العيون بس تبقى العيون عاملت دي العيون بتبقى شكلها عاملت كده اللي انا عدت من بينها دي طيب هنعمل ايه دلوقتي هنعمل اول حاجة المشور بتاعنا اللي بنعلق فيه الخيط بيبقى عبارة عن فاتلتين فاتلة بتجوزها كده وباخدها وبادخل الفاتلتين دول من الابرة بتاعتنا الرقام حضاشر اللي ما شافش الفيديو المرة اللي فاتت يبقى تابعنا يبقى نقوله برضوك على المعلومات دي كل فيديو نبقى نقولها واحنا شغالين المشور ده هو اللي بنعمل بيه اللي ايه بنحط فيه الخيط علشان نشتغل بيه اللي بيدينا طول وحركة للخيط الفستان ده ومشته زي ما حضراتكم شايفين اه قطن كده فطبعا هعملها بالابرة بتاعتنا نمر حضاشر هنجيب الخيط منين هنجيب الخيط من الجيب بتاع الفستان الفستان ده في جيب في الجنب ده الجيب اهو من جوه بيبقى في اللي هي التانية الداخلية دي بيبقى ايه الخيط اهو هنسحب ايه الخيط بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين كده انا بسحب الخيط انا خدت كده حوالي اربع ايه اربع فتلاتة اهو هنبدأ نشتغل اهو هنبدأ زي ما احنا قلنا قبل كده قبل الاطعب فتلتين هندي فتلاتة تانية هنبدأ هنا هنخش برضو قبله من فوق هدي هدي دورة هو هدي واحد خط اتنين وتعت خط اتنين وهنا خط اتنين كل دولة احنا هنبدأ ايه نازم نعمل مسافة كده فهناخد اهو زي ما حالتكم شايفين نخش في العين ونخرج ونمشي على خط مستقيم علشان نشوف العين اللي قصادها فين ادي العين اللي قصادها السليمة اللي قصادها نخش فيها ونخرج كده وبعد كده هنخش نخش من جنب ما خرجنا ونحاول نخرج من العين اللي هي في الجنب التانية ونروح داخلين العين اللي قصادها كده ونروح سحبين الخير كده ما نشدش علشان ما يبقاش القطع مجدود شكل وحش ونحن راجعين هنخش من جنب ما احنا خرجنا ونروح طلعين من العين دي كده ونروح داخلين في العين اللي قصادها اللي هي جنب العين اللي احنا خرجنا منها قبل كده بنبدأ نمشي بالطريقة ديت لغاية ما بنخلص القطع بتاعنا فبيوصف الآخر ان عدد الخيط اللي احنا هنشتغله هو نفس عدد الخيط اللي اتشال من من القطع تمام كده ازا ما حضركم شايفينه موسيقى 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 انا دلوقتي اعملت كده بالعرض النسيج حبدأ الف واشتغل بالطول وحبدأ ان انا الحم النسيج اللي انا عملته ده وانا تابعوني لغاية اخر الفيديو علشان هنتعلم ازاي نلحم القطاعات اللي بتبقى بالعدد خليكم معيها. دلوقتي احنا هنبدأ نلحم. هي في كل الشغل اللي هيقابلنا بعد كده بتبقى اه او اغلب الشغل اللي بيقابلنا بيبقى خيط ده حاجة اللي قول ايام. وخيط اللحم حاجة. بس البلوزة ديت او القصدي الفستان ده. الخيط بتاع الايام هو نفس الخيط بتاع اللحمة. فاحنا هنشتغل بنفس الفتلة بتاعة الايام اللي احنا امنا بيها. هنبدأ نلحم ازاي? هناخد اخر خيط عندنا اهو. معمول هنعمل بقى ايه في الخيط اللي جمه بالزبط. هنعمل بقى في الخيط اللي جمه بالزبط كده. هنخش برضك من العين اللي قابليها. وبعد كده ناخد العين ديت. ايه كده. وعلي كده ديت. وعلي كده ديت. وعلي كده ديت. ايه كده. واروح داخل في العين اللي هتأول عين هتقابلني في النسيج السليب اهو. بالشكل ده. اهم حاجة عندنا في الشغل ان احنا نبقى شدين الشغل كده. ليه? علشان ده بيبقى عن نول بيبقى مجدود. علشان ما يعملش مننا ما تلاقيش عمل زي ايه كده لف نص دايرة واحنا شغالين. فلازم نبقى احنا هشديني النسيج. وايه? وزبطينه. علشان اه كده انا تماني بقول ما ايه ما نشدش. ما نشدش عشان الليرسة هشد الشغل وانا شغاله. واحنا بنقيم ما نشدش ايه الخيط. بنسيقه ايه على راحته. بنيجي هنا بناخد العين اللي هي اللي تحتيها. وبعد كده نمشي على الخيط بتاع الايام. بالشكل ده اهي. بناخد واحدة. بنسيب واحدة. وناخد واحدة. وبنسيب واحدة. ونروح واضيني العين الاول عين هتقابلنا. ونروح عامين كده. وراحين قدام شوية كده. بالشكل ده. ونروح جايين هنا راجعين تاني. دخلين من جنب ما خرجنا. ونطلعين قبل العين بنوعنا بحاجة بسيطة. بنعتنا بحاجة بسيطة ايه. والروح وردين ادي واحدة ايه. ودي واحدة ايه. ودي فتلة ايه. ودي فتلة ايه. ودي واحدة ايه كمان. والروح داخلين فالعين اللي هي هتقابلنا. بعد ما احنا خلصنا العين دقيقة. ونروح عامين كده. ونروح سحبين بالروحة وما نشدش. طيب تاني اتمننا حاجة بسيطة كده. اه احنا ممكن نعمل كده بسن الابرة. نحاول نرجحها على الاستقامة. بتاعتها تاني. والروح جايين داخلين من هنا. والروح جايين عندي العين. اللي قبل الشغل بتاعنا. اللي هي العين دي. والروح. وردينها كده. وردين دي كده. ودي كده. ودي كده. ودي كده. دي كده. واغدين واحدة وسايبين واحدة. واغدين واحدة. وسايبين واحدة. ونيجي عند العين هاي اللي قصادة دي. كده. والروح داخلين فيها. بالشكل ده. بنفس الطريقة كده. والروح ايه. حاولين نحاول اللي احنا نزبط الخيط. انه هو يضم على بعضه. بالشكل ده. ونرجع بنفس الطريقة. اهو. هكمل انا بقية القطع دوت. لغاية الاخر. واوريكو هيبقى الشكل بتاعه عامل ازاي. انا كده خلصتي خلصة قطع بتاعي. لحمت كل الايام اللي احنا عملناها. طيب دي بقى الخطوة الجديدة اللي انا هبدأها اشرحها لكم. اه الخيط اللي انا بسيبه وانا داخل وانا خارج بالشكل ده. بنيجي في الاخر. وباجي هو بالمقص. على بوز المقص كده. على السنة بتاع من قدام. وصبعي هو. صبعي ده اهو. واروح مسك الخيط كده. وصبعي بيجي عند الحرف كده. واروح مسك الخيط كده. واروح مسك الخيط كده. بص حضركم. اهو. دول ثلاث فتلجن بعض يوم على سن المقص كده. واروح مسك الخيط كده. اه انا كويت عليه من على الضخن. بالشكل دوت. وبرجع تاني. بكوية من قدام. زي ما حضراتكم شايفين كده. وده بيبقى الشكل النهائي. اه بعد ما انا مخلصه بعد ما دست عليه بالمكوة. اه اعملنا الايام. وعملنا اللحمة. وان شاء الله تجيب ابداية اخير في تعليم حاجات اكتر بازن الله. واي حاجة انتم بتطلبوها مني انا تحت امركم. وان شاء الله سيبقى انتظروا مني فيديوهات اه كتيرة وحاجات تانية وقطاعات مختلفة. واتمنى من حضراتكم ان انتم ان شاء الله تشتركوا في القناة. وتعملوا لايك للفيديو. وتشيروه عشان كل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.